اشتركوا في القناة مع جميع الفاعلين دوي الاختصاص او الصلة بموضوع الاسرة وكان هن يونفسنا ايضا بالعناية السامية لكي يوليها صاحب جل نصره الله لموضوع الاسرة وللاسرة المغربية فوزارة تضامن والادماج الشماعي والاسرة بحكم اختصاصتها ومنذ الخطاب الملكي السامي خطاب العرش لـ 2022 اشتغلنا على بالورد واحد التصور 20 سنة ما يقارب 20 سنة من بعد واندونت 2004 هناك تحولت كثيرة عرفتها الاسرة المغربية اللي حاولنا نشتغل عليها باش يكون كما قلت واحد تصور اللي غادي نقدمه للمساهمة في النقاش الجماعي فاليوم كان اول لقاء ديال اللجنة الموسعة اللي اشتغلنا خاصة حولها على بلورة منهجية العمل باش تكون بطريقة تشاركية ومنفتحة على جميع الفاعلين تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية من اجلي كما قلت بلورة بطريقة جماعية وتشاركية مقترح جديد لتعديل مدونة الأسرة اجتمعت اليوم لأول مرة الجلسة اللجنة الموسعة التي كما جاءت في الرسالة الملكية وفي الدوان بلاغ ديال بلاغ ديال الملكي بخصوص اللجنة المكلفة بتأهيل مدونة الأسرة ولتقديم مقترحات وتعديلات لجلالة الملك في أفق ديال 6 أشهر المقبلة خلال هذا الاجتماع الأولي تم نقل التداول والتدارس حول نقل 39 نقط أساسي أولاً منهجية العمل التي تعتمد على المقاربة ما أسمي شخصياً بالمقاربة المغربية في مراجعة وإصلاح المواضع المهيكلة للمجتمع المغربي ومدونة الأسرة من المقاربات من المواضع المهيكلة للإصلاحات هذه المقاربة تعتمد على الحوار تعتمد على الاستشارة تعتمد كذلك على التفكير الجماعي والذي سيضم كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان فاعلين في مجال حقوق المرأة فاعلين في مجال حقوق الطفولة القضاة والباحثين والأكاديميين في هذا المجال الثاني حاجة هو أنه كذلك تم تحديد ما هي كيف سنخطط جلسات عمل وجلسات الاستماع مع هؤلاء الفاعلين طلاقا من الأسبوع المقبل الثالث حاجة هو كذلك تم إحداث سكرتارية للجنة الموسعة لتتمكن فعلا من القيام بمهامها التنفيذية لهذه اللجنة أولا لخص التعرف بأنه المجلس هنا ليس برأيه المجلس هنا للاستماع للجميع لتطوير مقترحاته إذا كان ضروريا لترافع عول مقترحاته في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة وليس في بداية عمل اللجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر